ازايكم؟ عمليين نسمع لناس كتير بتتكلم عن قواعد تعيش حياتك ازاي؟ ازاي تبقى كويس؟ ازاي تعيش احسن حياة ممكن تعيشها؟ ازاي فيديوهات كتيرة اوي اللي هي بنسميها موتيبيشنال فيديوز انا نفسي عملت حاجات زي كده ابسطها اخر مرة لما تكلمت عن كتاب دكتور جوردون فيترسون 12 رولز فور لايف اتناشر قاعدة عشان تعيش حياتك بس انا كنت قاعدة عمالة بفكر الكلام حلو لكن التطبيق هو الاعلى ازاي انا وانتم نحط كل الحاجات اللي بنسمعها وبنتعلمها من الناس الكويسة دي في حيز التطبيق عشان كده قلت ان انا حدي نفسي وهديكم واجب يعني ايه؟ يعني مثلا المرة اللي فاتت اتكلمت على القاعدة الاولانية وهي ان انت توقف وتفرد ظهرك وترفع راسك القاعدة دي كان لها معنين معنى حقيقي ومعنى متافوريك او مجازي المعنى الحقيقي هو فعلا ان انت توقف وتفرد ظهرك لان دا بيخلي جسمك يبعد اشارات لمخك ان انت قوي وان ان انت قادر تواجه الحياة وان ان انت مش ضعيف المعنى المجازي هو مواجهة الحياة وهو الشجاعة في مواجهة مخوفنا طيب ازاي نحط الكلام دوا في حيزة تطبيق؟ فانا فكرت ان لمدة شهر يعني خلينا مثلا لغاية اخر شهر اثنين احمد الوقتي في فبراير وتفرد الوقت اللي انت هتسمع فيه الفيديو ده او هتسمعي فيه الفيديو ده نحسب كده شهر شهر ان احنا ناخد بالنا من البوستشر بتاعنا نبص لنفسنا في المراية مش عشان نشوف انا حلوة ولا وحشة او انا شكلي كويس انا وسيم ولا لا 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 نبص لنفسنا في المراية عشان نشوف انا بقف ازاي نخلي حد من اصحابنا يصورنا واحنا بنمشي عشان نشوف يا ترى مشيتنا فيها ايه هل ظهرنا مقاوس؟ هل فعلا البوستشر بتاعنا منتصب وقائم وقوي ولا لا؟ ونفكر نفسنا كل يوم ان انا هضبط الوضعية الجسمي يعني نبقى قوير قوي بالموضوع ده ونبقى مدركين قوي احنا بنمشي ازاي بنتحرك ازاي بنقعد ازاي كل ما نقفش نفسنا مقوثين نفرض نفسنا تاني دي الحاجة الاولانية الحاجة التانية كمان ان احنا طب ازاي نواجه مخاوفنا ازاي اللي هو المعنى المجازي بقى للنصيحة ففكرت ان وانا نفسي عملت الحكاية دي ان انا كتبت لستة مش كبيرة قوي بثلاث حاجات نفسي اعملها او في حاجة من جواي مكبلاني ومنعاني ان انا اعملها وافكر في طرق عملية ازاي انفذ او احقق ان انا نفسي فيه ده المخاوف ممكن مثلا واحد يقولي ايه طب انا بخاف مثلا من الاماكن العالية بدون ما نحط نفسنا في خطر انا مش مؤهلة ان انا اعالج فوبيا او ان انا اتكلم عن النوعية دي من المخاوف ناس بتخاف من الصراصير من الضلمة من الاماكن العالية مش هو ده اللي انا بتكلم عنه لكن مثلا انا بخاف مثلا من ان انا اتكلم قدام الناس ازاي تكسر حاجز الخوف ده فكر مثلا ان انت ممكن مثلا تعمل بريزنتيشن صغيرة في الشغل بتاعك او للجروب بتاعك او او لو انت مثلا مع اصحابك ازاي تكلميهم عن موضوع معين بحيث ان احنا ناخدها خطوة خطوة ازاي نعمل حاجة احنا خايفين نعملها فكر في انسان مثلا في حياتك نفسك تكلمه في حاجة بس برضو خايف تتكلم معاه في الحاجة دي فكر ازاي واحدة واحدة تواجه الخوف ده وتعمله هو ده الواجب بتاعنا لمدة الشهر الجاي ننقل بقى على القاعدة التانية القاعدة التانية من قواعد دكتور جوردين بيترسون هو ان انت تعامل نفسك زي ما بتعامل انسان بتحبه يعني ايه يعني احنا لما بنحب بني ادم ما بنبقاش قسلين عليه بنبقى لطاف معاه بنحبله احسن كل حاجة في الدنيا في نفس الوقت بنخاف عليه انه يعمل حاجة غلط او انه يقذي نفسه ابسط مثال تلاقي مثلا اب بيشرب سجاير ولكن لو ابنه شرف سجاير بيبقى زعلان قوي 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 وبيبقى نفسه ان ابنه ما يشربش سجاير ليه؟ لانه عارف خطورة اللي هو بيعمله وبيحب ابنه جدا فمش عايزه يخسر صحته ويخسر فلوسه في نفس الوقت مثلا بنبقى مهملين في نفسها تلاقي مثلا الام نفسها تأكل اولادها احسن اكل وهي ما بتاكلش اكل صحي ولا حاجة تلاقيها مثلا نفسها اولادها يناموا وياخدوا قصد كافي من النوم وهي ما بتنامش تلاقي ان نفسها ان اولادها يبقوا مؤدبين ولطاف واخلاقهم عالية ولكن هي بتعمل حاجات ممكن مش صح فالقاعدة دي صعبة جدا على فكرة لان احنا ممكن نفتكر ان لو اهتمنا بنفسنا ان ده نعمل الانانية لا مش الانانية لما بتبقى في الطيارة اللي فيكم ركب طيارة من ضمن النصيح اللي بيقولها لنا ان لو حصل ان الضغط أقل في الطيارة ونزلت الماسكات بتاعة الاكسوجين حتى يعني في الصورة جايبين ام وطفل صواير بيقول للام والاي حد قبل ما تروح تساعد حد انه يحط الماسك بتاع الاكسوجين حط انت الماسك بتاع الاكسوجين بتاعك ليه؟ لان لو انت ما انتش قادر تتنفس مش هتقدر تساعد حد فعامل نفسك زي حد بتحبه لما يعني لما تنظر لنفسك بنظرة الحب دي مش الانانية نظرة الحب نظرة الكير نظرة العقف نظرة الاهتمام هتلاقي نفسك خايف على صحتك هتلاقي نفسك عايز سمعتك تبقى احسن سمعة هتلاقي نفسك بتحفز نفسك داخليا منتش محتاج بقى حد يحفزك من بره بتحفز نفسك داخليا ان انت تذاكر وان انت تعمل الصح وان انت لو غلط ما تجلطش نفسك لأ تقول انا غلط انا عملت واحد اتنين تلاتة اربعة ولازم اصلح مثلا الغلطة او ماكررش الغلطة طيب ايه الواجب بقى بتاعنا بتاع الشهر ده احنا قلنا الواجب الاولاني منقسم قسمين قسم الاولان احنا هناخد بالنا من البوستر بتاعنا وحنفرد ظهرنا وحنحاول ان احنا نمنع نفسنا ان احنا ننحني او نتهد النص التاني من الواجب هو ان احنا هنفكر في تلات حاجات احنا خايفين منهم او نفسنا نعملهم ونفكر في حلول عملية ازاي نعمل الحاجات دي الواجب بقى التاني او خلينا نقول الواجب التالت هو ان احنا نتأمل احنا بنتعامل ازاي مع نفسنا ونشوف يعني انا مثلا هفكر في حنانكا انها بني قدمة تانية مش انا اهي حنان واقفة قداني وانا بحبها جدا 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 طيب يا حنان انا نفسي ان انت تبقي ايه انا نفسي صحتك تبقى عاملة ازاي نفسي تبقى قسرتك عاملة ازاي نفسي تبقى حياتك العملية عاملة ازاي وبحنية وبلطف اتعامل مع مع نفسي واشوف ايه الخطوات العملية في حاجة بيسموها self love او self care ازاي ان انا اسيطر على الاسترس اللي موجود في حياتي ايه الخطوات اللي عملها ان انا استعيد صحتي ايه الخطوات اللي اعملها ان انا اكون ناجح بدون ما اقول يعني بدون ما بقى قاسي على نفسي وفي نفس الوقت بدون ما بقى متغافل عن المصائب اللي انا بحط نفسي فيها في بعض الشباب بيبقى عارف ان اللي بيعملوا غلط ومع ذلك بيستمر وبيكمل لأ اتعامل مع نفسك زي بني اذاب انت بتحبه وخايف عليه ونفسك يكون احسنة حاجة في الدنيا يا ريت تكتبولي وتقولولي ازاي هتحطوا الكلام اللي بنتعلموا مع بعض في حياتي التطبيق اشوفكم المرة الجاية مع السلامة اشتركوا في القناة